تعالوا نبتدي بالمناسبة كلامنا في حلقتنا النهاردة بكام نقطة مهمة كده لان في شوية مستجدات ان شاء الله هتطرق على الموسم الكروي الجديد وده اللي اعلنت عنه رابطة الاندية الحقيقة مستجدات اعتقد فيه ناس كتير ممكن تشوف ان هي هيبقالها ان شاء الله انعكاسات طيبة وايجابية على فكرة تطوير منظومة كرة القدم المصرية بشكل عام ودي مجرد البداية ليس الرابطة اعلنت خلال المؤتمر الصحة في امبارع كان فيه مؤتمر للاعلان عن راعي الدوري المصري الموسم المقبل ان شاء الله اعلنه كمان من خلاله عن شكل درع الدوري في الموسم المقبل بالمناسبة الدرع ده بيتم حاليا تصنيعه في انجلترا في اكبر المصانع هناك وحيتم تسليمه لبطل الدوري في الموسم الجديد ومش الموسم الحالي كمان تم الاعلان عن تغيير مسمى مسابقة الدوري المصري الممتاز ابتداء من الموسم المقبل ليصبح اسمه دوري النيل وكلام ده حتى 3 مواسم بالنسبة بقى لتفاصيل الموسم الكروي الجديد اللي تم الاعلان عنها امبارح برضو من ضمن تفاصيلها هتكون الرابطة هي المسؤولة عن مسابقة الدوري وايضا تسويق البطولة المحلية وما فيه شك ان الرابطة بتسعى بكل جهدها لتطوير كرة القدم المصرية في الفترة اللي جاية ان شاء الله بخطوات عديدة بص ايفنت كان كبير جدا حدث كروي مهم طبعا الناس كتير جدا كانت بتتبعوا اختيار كمان المكان كان اختيار موفق